كريم عايزين نروح مع حضرتك للقطاع الخاص ودور القطاع الخاص في أزمة زي اللي احنا بنعدي بيها وكمان هذا القطاع يواجه الكثير من المشاكل ويمكن دولة رئيس الوزراء في اجتماعه للمكاشفة والمصارحة عما يحدث في الأزمة الروسية الأوكرانية ويعني صوبه للدولة المصرية لمواجهة هذه الأزمة تحدث بالتحديد عن دور القطاع الخاص وإنه القطاع الخاص بدل مكان نسبة مشاركته 30% تعالى توصل إلى 65% خلال الثلاث سنوات الجايين الإجراءات اللي الدولة بتتخذها لدعم هذا القطاع لأنه بالتأكيد قطاع مهم جدا ويعمل بالكثير من المصريين يعني القطاع الخاص ونغمة أن الدولة بتزحم القطاع الخاص ماشي كلام كتير في النقطة دي في اليومين دول فخلاص نعتبر أن فيه كلام متداول في حالة من أنواع الربكة لدى المواطنين وكلام القطاع يكتروا بتاع خاصة القنوات اللي بتهجم مصر من خارج الحكومة واخد كل الأنشطة الاقتصادية ماشي يعني ماشي والدولة بترد عليه وحاجة إيجابية يعني أن نبتدر سالة طمأنينة أن فيه مصاق الدولة أعلنته أو استراتيجية أنها هتتخرج من قطاعات وهتفتح المجال للقطاع الخاص ولكن أنا صور الشخصي طبعا ووفقا إلا أنا بتابع البيانات لو شفنا البيانات من عام 2000 أو من آم التسعينات ألا إن الاستثمارات العامة يعني إحنا بنيجي نشوف الاستثمار عام وخاص استثمارات العامة أو الاستثمارات الإجمالية اللي شاملها الاستثمار العام والخاص إن الاستثمار العام هو اللي بيقود مع الخاص يعني حتى لو شفنا على سلسلة زمانية الناس اللي بيتتابعوا بتشوف أركام ما بتاخدش كلام وترواجه وخلاص هنبص لهم بيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض يزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض الاستثمارات الحكومية علاقة الكامولية آه بالفعل هي محفزة الغالب الأعام هي لها محفزة صحيح ممكن تكون بتزحم في بعض القطاعات ولكن إذا كان في مزحمة في ظل الظروف الاستثنائية ماشي يعني وارد في الظروف الاستثنائية ما هي دي بقى اللي احنا نعرف عندها تحديدا فكرة الظروف الاستثنائية لأن الوضع في مصر في الفترة الماضية ما كانش وضع طبيعي هو وضع استثنائي أعتقد ما فيش مستثمر هيقدر اللي هو يدفع تريليونات علشان يعمل محطات رفع علشان يروح يستثمر فيه أراضي هي أراضي صحراوية فيه الأساس لكن بعد ما تم عمل أبحاث ودراسات اكتشفت الدولة اللي هو لا نقدر اللي احنا نعمر هذه الأراضي علشان نحقق الفجوة ونقلل فطورة الاستراد من العملة الصعبة كمان تحديدا محطات الرفع اللي اتعاملت بهذه الأطوال الكبيرة جدا وبعد ما اتعمل البنية التحتية النهاردة الدولة بتفتح شراكة حقيقية زي ما حقيق قلت وتخارج في نفس الوقت الصوبة الزراعية يمكن تصرحات السيد الرئيس كيف بتقول أن الصوبة الزراعية بتكلف الصوبة الوحدة على الدولة مليون جنيه أعتقد برضو ما فيش مستثمر هتقوله يعمل ده ويطرح بأسعار مناسبة في السوق المحلي يقولك هاجه استثمر لا هيعمل ده بس هيبيع بره عشان يبيع بالدولار يعوض الفرق القطاع الخاص يهم الربح العالي والسريع لكن الربح طويل للأجل ده ده استثمارات تقوم بها الدولة فالدولة طبعا مطالبة بل منية التحتية مش فرطب منية التحتية على الفكرة طرق وكباري يعني الناس من التعلق على دي لا والاستثمار في التعليم والمدارس والمستشفات ده منية تحتية برضو بتشجع وبتدعم القطاع الخاص ما أنا لما هتم بالتعليم وحسن مخرجاتي من التعليم هيبالقطاع الخاص اللي هيجي هيلاقي عندي عمالة مهرة أو ملاقاش عمالة مهرة هيلاقي نصف مهرة نصف مهرة دي سهل تحولها يعني سهل تدربها فدي مخرجاتي التعليم ده جزء مهم وإحنا عشان كده حتى شفنا أن في جامعات جديدة بتدي تخصصات جديدة وبرامج تعليمية جديدة ما كانتش موجودة إحنا خلاص يعني نقول اكتفينا من الحقوق والتجارة والخدمة الاجتماعية والأداب يعني هي تخصصات مهمة ولكن كفاية النوع ده من التخصصات عندنا منها ملايين المتخرجين ومش لأنهم من فرص عمل أصبح الآن لدينا جامعات وتخصصات جديدة وتخصصات ندرة واختخصصات مطلوبة الجامعة الجلالة الجديدة وأكاديمية الجلالة الإنمائية دكتور كريم نستطيع هنا أن نقول أن الدولة تعمل بمسارات غير تقليدية لمواجهة الأزمة الحالية إحنا فين من العالم الحمد لله بما يحدث عالميا وانهيار كبرى الاقتصادات العالمية نستطيع أن نقول أن الحمد لله الحمد لله بعد ربنا طبعا ووقوفه بجوار المصريين والخطة بتعمل بها الدولة بعيدة المدى اللي أثبتت النهاردة أن هي الحمد لله شغالة بشكل أفضل نحن نستقر حاليا ونقف على أرض ثبتة بما يحدث حولنا مقارنة بالدول الأخرى